أيضا سؤال من أخي الكريم يقول كنت عاقا لأبي في شبابي يا ربك في لنا ولي الجميع يا ربك قال كنت عاقا لأبي في شبابي ولم أشعر بخيماته إلا بعد وفاته رحمة الله عليه الله يسكنه في صحيح الجنة وبعد أن رزقان الله نعمة الأولاد كيف أبر والدي بعد وفاته من أبر البر أن تصل ود أبيك من أبر البر أن تصل ود أبيك من ود أبيك يعني جدك عمك أولاد العمومة المهم أنت أنظر من كان يحبه أبوك فصله ابن عمر رضي الله واجد عربيا فأعطاه جمله وأعطاه عمامته وأكرمه فقال نافع غيره رحمك الله رضي الله عنك إنه عربي يرضى بالقليل قال هذا كان ود أبي كان ود عمر ومن أبر البر أن تصل ود أبيك وأيضا تصدق عنه صدق جديد وأعظم الصدقات الجارية أن تتصدق في الماء كما قلنا نسلنا في صدق الماء أو في العلم كتب العلم نشر العلم كفالة طالب العلم كفالة عالم كفالة مؤسسة علمية هذا أفضل ما يمكن أن تقدمه صدق جارية تستمر لولدك بعد الموت وهل ينفعني ذلك؟ إن شاء الله ينفعك وينفعه فأنت النفع إذا وصل منك له يكون نفعا لك وهذا فضل من الله عليك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر